موسيقى نضام إلينا محمد الحمايدة لحتنا أحكي عن آخر أخبار الدوريات الأوروبية نحكي عن آخر الأخبار شو صار مين بالتوب مين نزل فمتحمسين مساء الخير مساء النور حرا كيفك شو أخبارك؟ طبعا قبل ما نبلش محمد لعيب رؤية المسابقة شاركت فيها ولا لسه؟ كل مرة أسألك نفسك شوفي شاركت بس أعطوني كان فيه فاوتشر إلينا هيك بالعقل أعطوني يا والله إسمعي إدمانية بتصير الموضوع نصف إنه لا أريد أن أكمل أريد أن ألعب كمان فالجادة جميلة وفيها جوائز قيمة وبنتمنى التوفيق لكل اللي ربحوا معنا في الأسبوع الماضي الحدي دائما حلو التحدي جميل حلو فنذكركم إنه اليوم حيكون في معنى عشرين رابح بمصابقة لعيب وعشان تفوزوا لازم تجاوبوا على السؤال التالي والسؤال كم ترتيب فريق يوفنتوس بالدوري الإيطالي؟ طبعا الجواب تقدروا تكتبوه على مواقعنا على السوشيال ميديا طبعا لحط السؤال هات زلمي مش نيتو مش بريئة أبدا ليش؟ لأنه عارف أنه أنا اللي راح يعني هيك بس ما تغشش الجواب هاي المرة راح راح نحكي الترتيب أصلا من ضمن صياق الحلقة في يعني راح يكون راح يكون جاي معنا بالحلقة ويشارك معنا طيب نبلش من إسبانيا في إسبانيا يمكن الترتيب ما تغير لإستقافتكم أول ولكن شوفنا مبارح حدث يعني استغربنا في الفترة الأخيرة شوفنا برشلونة بفوز ستة واحد على ريال سوسيداد ريال سوسيداد فريق عنيد وتصدر فترة منيحة في الدوري فازوا ستة واحد بأداء جميل ذكرنا في برشلونة الأيام الحلوة ثلاثة ممكن يفرط في بعض النقاط قدام دي بورتيفو ألفش ولكن فازوا واحد صفر ويعني كان ممكن يقول التعادل في آخر كم دقيقة ولكن الحارس تصدى لبنالتي في الدقيقة الأخيرة أتوقع أبلك وريال مدريد بنزيمة قادلة فوز مهم جدا على سلتا فيغو ثلاثة واحد بيكون الترتيب أتلاتيكو في المركز الأول بستة وستين نقطة برسلون اثنين وستين وريال مدريد ستين نقطة إذن عم نشوف المتنافسين الثلاثة على لقب الدوري الإسباني كلياتهم عمالهم يفوزوا بجميع المباريات يعني يمكن أنا تسرعت في السابق وحكيت أن الدوري الإسباني حسم لما كان أتلاتيكو متصدر بفارق 12 نقطة وعنده مباراة كان يمكن يوصلهم إلى 15 لكن بالآخر نحن كسبانيين كمشاهدين أنا كمشاهد شوية محايد أنه سيصير في آخر 10 مباريات سيكونوا مشتعلين كما قلنا أتلاتيكو عنده شهر أربعة صعب صعب جدا على أتلاتيكو ولسه بأول خمسة سيلعب مع برشلونة برشلونة تقدر تعكي أنه مصيره شبهه بإيده كله سيقصر نقاط حتى برشلونة سيقصر نقاط أكيد لا أحد سيظل مستمر بمسق تصاعدي وفوز ولا فوز بس الشاطر سيكون نزيف النقاط عنده أقل من غيره السيئة الوحيدة يمكن في هذا الأسبوع أنه برشلونة لما وصل لهذا الفورم العالي ووصل لاستقرار إداري دخلنا على أسبوع فيفا فرح يروحوا اللعيبة يمكن يرجع اللعيبة منهم مصابين لعيبة مش بكامل فورم لعيبة عبانين يعني رح يكون فيه شوية إصابات أكيد رح يواجهها النادي بأسبوع الفيفا ولكن برشلونة لو استمر على هذا المنوال وهذا النسق وهذه التشكيلة الجديدة اللي كومن وصل لها يعني ثلاثة خمسة اثنين التشكيلة يمكن كسر فيها قدسية الأربعة ثلاثة ثلاثة اللي كان بلع فيها برشلونة فبرشلونة رح يكون مرشح ولكن نأمل أنه بس يتخطى فيروس الفيفا وبعدها رح يكونوا مرشحين يعني بقوة للاحصات لقب الدوري وأنا بعتقد أنه حيكون المباراة الحاسمة اللي حتكون الكلاسيكو لما يلعبوا برشلونة وريال مدريد وخاصة ما تنسى أنه ريال مدريد برضو مش بس أتلاتيكو عندهم مباراة صعبة جدا هو برشلونة يمكن الأسهل جدولاً وبرضو بدل آخر مصيره بيده عنده أتلاتيكو على أرضهم والريال يلعبوا في أرض الريال ولكن ريال مدريد يكونوا قبل ملعبين مع ليفربول بالضبط بيجيهم بين جميعين ليفربول الذهاب وليابا توقع فبرشلونة هو الأوفر يعني ليس الأوفر يمكن أن يفوز ولكن الأسهل ترتيج مباراة وجدولاً ومبارح صراحة أبهرنا بالأداء أنا صراحة دائماً نعرف أنه كنت متوقعة أن يفوزوا هناك ناس لم يتوقعوا لكن ما انصدمنا من ست أهداف لدرس المعلق ويقول لهم كفاية حرام كيف كافي السيدات كان فريق من أول موسم فريق عنيد ليس فريق أنه يعني على ملعب ويخسر بستة بس في النهاية كان عداء جميل ومتمنى لهم يستقدم برشلونة يمكن الاستقرار الإداري اللي صار بعد ما رشحوا يمكن هذا كمان له أثر كتير قوي وخصوصاً لما نشوف أنهم استغنع الأربعة ثلاث ثلاث الأربعة ثلاث ثلاث في تاريخ برشلونة كانت خطة يمكن من شروط المدرب اللي بيجي أنه يعرف يتعامل معها صح فإنه حولها ثلاثة خمسة اثنين وينجح وما حد يعارضوا فيها كمان دريعاً نصار فيه مرونة شوي في إدارية في برشلونة أكيد هوا تغلب أول ما أجرنا كان الفريق مش مكتمل ولكن سواء بيجي تلا بورترا أو لا من قبل كان ناوي يغير كان ناوي يغير وأخيراً وصل للتشكيلة المناسبة صحيح ننتقل هلأ للدوري الإيطالي في إيطاليا شفنا الإنتر بتتأجل مباراته بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا وعدم اكتمال فحوصات باقي اللاعبين فالإنتر ما لعب هذا الموسئ ما لعب هذا الجول لكن ضلوا متصدر اليوفي للأسف سلم آخر فرص المنافسة على اللقب أو حتى تقوية حضوضه بمقعد لدوري الأبطال بعد ما خسر من بنيفينتو اللي ترتيبه 16-1-0 أما الميلان حقق فوز مهم جداً على فيورينتينة 3-2 وهيك بكون ترتيب الصدارة الإنتر أول بـ 65 نقطة الميلان ثاني بتساوي 50 نقطة اليوفي ثالث مع تلانتا بـ 55 نقطة أهام طيب إذا هيك أنا أغششت أحد أنا أقول الجدول المهم، طيب الدور الإيطالي يعني من تهي أو شو؟ هو يعني تقدر تهكي من تهي زي ما حكينا قبل هذه الإنتر مباراته الصعبة هي آخر ثلاث مباريات حتى هذه المباراة اللي كانت فيها شوية تخوف من ساسولو ساسولو شوية عنيد زي سوسيدات تقريباً في إسبانيا تأجرت بسبب الفيروس هلأ رح يلعب بعد الأسبوع اللي فيه يعني رح يرتاحوا كثير لعيبة الإنتر قبل ما يلعبوا مبارات ساسولو ما رح يلعبوا فيها بأي غيابات تقريباً يعني حتى المصابين بالكورونا ما رح يكونوا غايبين عن المباراة واليوفي للأسف اليوفي إن حكينا أوكي طلع من الأبطال لازم يركز على الدوري ولازم يشدوا حيلهم ولازم يعني نشوف صورة مغايرة عن اللي طلقوا فيها من الدوري ولكن بيرل للأسف يعني مش قاعد بعطي أسباب تخلي إداري في اليوفي أو كم مشجع لليوفي إنه يطالب ببقاء الموسم الجاي بيرلو يعني تشكيلته مش ثابت من أول موسم صبرنا عليه شوي ما تتغير لسه التشكيل كل مرة بلعب بتشكيلة مختلفة إصابات أو إيش حكينا شوي إصابات يمكن عندهم أثرة بس على الفاضي المهم الإنتر غالبا هو الدولة للإنتر واليوفي جميل طيب ننتقل لألمانيا زمان لأنهم حكينا عن ألمانيا ألمانيا زمان ما حكينا عن ألمانيا فعلا ولكن من يوم تركناها اليوم زي ما هي البيرل ما زال متصدر بفرق أربع نقاط عن لايبزيج والبيرل من برح لقب مع شتوتغارت انطرده لعب في دقيقة 12 وما هيك فازوا أربعة صفر لايبزيج الوصيف فاز على أرمينيا بيلفيلد 1-0 وبروسي دورتموند فشل في أنه يقترب من مقاعد الأبطال بتعادله مع كولين 2-2 يمكن ترتيب البيرل متصدر ب 61 نقطة ورابع أربعة نقاط لايبزيج ب 57 نقطة وبروسي دورتموند يبتعد عن مقاعد الأبطال كمان أربعة نقاط إذن الدور الألماني دائما العملاق بيرل ينخ يسيطر لا يعيب الدور الألماني بأن البيرل قوي لأن البيرل حتى أوروبياً لا يقدم أداء كثيراً قوي حتى في الأبطال، الفائز من السيتي أو بيرل سيكون المؤهد للدور الأبطال فألمانيا طبيعية نحن نتحمسون الدور الأبطال نحن نتحدث عنه أكثر في الحلقة القادمة شكراً كثيراً محمد الحمايدي شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم